بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي نسختها الحالية أثبتت المقولة دي أثبتت إن الكبير إيه؟ كبير أفريقيا عارفة طريقها وعارفة كبيرة هتقول لي زي ما قالك هو فيه كبير بيتغلب خمسة عشان إحنا اتغلبنا يعني خمسة اتنين من سانداونز من بعد مباراة سانداونز في الأسبوع اللي بعد مباراة سانداونز كنت بحضراتكم على الهوى هنا في البيت الكبير وقلت لكم أنا نفسي سيناريوهين يتحققوا إن النادي الأهلي يصعد من دوري المجموعات ويصل للمباراة النهائية ويستطيع أن يفوز وأن سانداونز يصل للمباراة النهائية والأهلي يلاعب سانداونز لأن سانداونز فريق ممتع فريق كرة قدم تقدر تلعبه ممكن تتغلب ممكن تكسب ممكن 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 ولكن أنا متأكد مليون في المية أن هذه المباراة لو حصلت مباراة نهائية لسه بدري طبعا على هذا الكلام ولكن دي كانت أمنية من أمنيات حياتي أنا شخصيا لو أنا بلعب كرة لو أنا لعيب في النادي الأهلي بعد المباراة الأخرانية دي أتمنى إن أنا لعب المباراة النهائية ما بين الأهلي وصانداونز ده اللي أنا أتمني معرفش العيبة النادي الأهلي يتمنوا إيه ولكن مش هقدر أرد على هذه المقولة إن شاء الله غير بشيء واحد فقط كبير أفريقيا هو النادي الأهلي بالتاريخ والأرقام والإحصائيات وبالجماهير اللي موجودة في كل مكان جماهير العظيمة في جميع أنحاء العالم وفي أفريقيا مارح ندي الأهلي قدم ملحمة كروية رائعة وتاريخية على مركب محمد الخامس في المغرب وقدر إن هو يتحدى ويقهر كل الصعاب كالعادة ويتأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وللمرة التسعتاشر في تاريخه ليدرب رقما قياسيا من حيث عدد مرات التأهل إلى الدور قبل النهائي مارح كتيبة النادي الأهلي الحقيقة بقيادة الماسترو مرسيل كولر اللي نجح الحقيقة واستطاع أن يدير هذه المباراة بذكاء وحنكة أنا كنت أتمنى أن تكون الناحية الهجومية أكتر شوية لكن ده اللي أنا أتمنى وكل جمهور النادي الأهلي أتمنى ولكن في النهاية أنا كسبت وصعدت للدور قبل النهائي وتعدلت تعادلا سلبيا مع فريق جيد عنده جمهور يحرك الحجر جمهور الرجاء النادي الأهلي طبعا استفاد من الفوز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة اللي أقيمت على أستاذ القاهرة محمد عبد المنعم وحمدي فتحي قبل ما أتكلم مع حضراتكم على هذه المباراة عايز بس أطلب من حضراتكم أو من كل من يرى هذا البرنامج محمد الشناوي هذا الحارس الكبير والعملاق اللي تصدى سواء في المباراة اللي هنا دوره بالمناسبة هو ما عملش حاجة جديدة ولكن ده دوره محمد الشناوي لما بيبقى وحش بيتعرض لهجمات شديدة جدا وانتقاط شديد جدا ودحق جمهور النادي الأهلي ولكن الفضل حضراتكم لما الشناوي يكون كويس كلنا نقف معاول نقول إنه هو كويس أنا ما تكلمش أنا على جمهور النادي الأهلي إنه جمهور النادي الأهلي عارف هذا الأمر محمد الشناوي يستحق مننا كل التحية والتقدير سواء في المباراة الأولى اللي قدر يشيل جنين في بداية المباراة أو في المباراة التانية كل ما تيجي تتكلم مع حد في المغرب أو على النادي الرجاء يقول لك النادي الأهلي عنده حارس مرمى كبير بالفعل محمد الشناوي حارس مرمى كبير وعملاق ويستحق التحية هو وعدد كبير جدا من اللعبين زي محمد هاني مثلا أنا مبارح عندما سئلت من هو أفضل لعب في هذه المباراة أنا شخصيا قلت محمد هاني محمد هاني مبارح لعب مباراة من أروع ما يكون من أروع ما يكون ياسر إبراهيم أنا ما شفتوش من زمان بهذا بهذه الروعة محمد عبد المنعم جيد هايل علي معلول الحقيقة أدى دور رائع كلهم مبارح أدوا أدوار رائعة إن شاء الله مواجهة صعبة جدا أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهاية مهما كان الترجي ومهما كانت الأمور يظل فريق الترجي فريق كبير إن شاء الله ربنا يكرمنا وخلي بالكوا إحنا عندنا أفضلية مش أفضلية ولكن عندنا اللي يخلينا نبقى عارفين إن مثلاً إن المباراة تانية في الدور قبل النهاية هتكون هنا في القاهرة إن شاء الله وأنا متأكد أن من يحاول أن يعكر الصف وإن إحنا نرجع مرة تانية للمربع صفر في موضوع الجمهور إن شاء الله مش هيحصل وهذه المباراة ستشهد حضور جماهيري مميز وكبير من أجل مسندة ومؤذرة لعبة النادي الأهلي في هذه المواجهة المرتقبة بالمناسبة مرة تانية وثالثة وربعة وكل يوم حفكر كل الناس بهذا الأمر أن النادي الأهلي هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية اشتركوا في القناة